انا حب اتكلم بصراحة يمكن القطاع في الفترة فاتت والنتائج وما كانتش على القدر الاسم الكبير للنادي الاهلي اه كان في بعض الترجعات اه شوية في بعض الفرق لكن زي ما حالك بطول برضو في فرق كبير فترة جاية ان شاء الله بتوعد جمهير الاهلي يشوفه قطاع في انا وشكل هو دايما بقولك جمهير النادي الاهلي يهمها ان اكبر عدد من ولادي النادي يلعبوا في فرق الاول انا واحد من النادي الاهلي وعارف القصة دي كويس لكن بنحاول نغير شوية الافكار بنحاول نغير شوية المعايير اللي موجودة حتى على المستوى المدربين يعني انا بقول لي دايما المدرب انا مهمنيش انك تجيب البطولة اكتر ما تبنيدي او تطور اداء لعيبة اتنين تلاتة في فرقتك عشان يبقوا مؤهلين يطلعوا للفرق الاول دي فعلا نهاية دي البطولة الحقيقة ممكن تخسر بطولة اه خمستاشر سنة ايه المشكلة؟ طبعا لكن انك تطور لعيبة انك تطلعها للفرق الاول هو ده المكسب الحقيقي لان دايما احنا بيكون فيه لغة شوية ان اه ممكن ده بيخسر بطولات في دي مش قصة مهمة اوى اكتر اه طبعا مهم فيه اهداف اه مهم اه مهم اه مش اخطاع ناس ايه مش البطولة بس مش البطولة بس ممكن تحافظ على فرق عشان فيه اتنين لعبين انت شاف مستقبلهم طالعين انا بقول للمدرب انك مش هحسب اه مطلوب منك البطولة انت بتلع في النادي الاهلي لكن انا هكون مبسوط منك جدا لو لو طورت اربع خمس لعبين في فرقتك احسن ما تاخد بطولة لخمستاشر سنة واشوف المشوفش التطور ومعنديش لعب يصلح في الخطة لحركة حطيتها هذا الشيء انا عندي انك تطور اربع خمس لعيبة بشكل كويس وكمان تاخد بطولة ده كده عملت الهندر بورسنت لكن الاهم عندي انك تطور اداء لعيبة عندك في الموجود وكنت تكلمت بقى معادة كمان المدربين ان احنا لازم نشوف احتياجات كمان في ايه ايه من خلال بلاننج احنا عندنا مشكلة بك شمال نبدأ ندور انت بتاهل من تحت اه طبعا انك اول حاجة تبص لها عندك ايه في القطاع تحت بك شمال اه عندنا ولد كويس تبدأ تساعده فلازم يكون في بلان واضح كمان من خلال الرابط مع الفريق الاول احتياجاتهم ايه في الفترة اللي جاي احنا اه يعني ربنا يدي كل لعيب يلعب ميت سنة لكن في وقت معين بيوقف عند حيط معينة ففي بلاننج ان خلال التلات اربع سنين اللي جاية ايه اللي عندك ناقص ونقدر نحضره من تحت عندك راس حربة اه عندنا راس حربة محتاجين كمان سنة تن راس حربة يبقى انت تبني من تحت انك عندك يعني بنحاول بقدر امكان ان انت ما بتشتغلش اه بين يوم وليلة لا انت عايزة تحضير كبير جدا انك حتى على المستوى الفريق الاول بتشوف احتياجاته ايه الفترة اللي جاية وقتها النشئين يبدأ يشتغل عشان يوفر هزيلا احتياجات تغيير تطور او فكر المدرب نفسه انه اه مش بطولة بس لا انا انا مهمتي ان انا اصنع تكوين لعيبة على مستوى زي ما قلتلك الاداء البدني والاداء التكتيفية